السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال وقتم صحة الفيديو ده ليه فترة انا عايز اعمله وهو عبارة عن فطفضة بسيطة مني ليكم اللي هو اتنين صحاب قاعدين على القهوة ولا قاعدين على مصطبة او شلت صحاب كده وقاعدين في حلقة صمر وبيتكلموا مع بعض وبيتحدسوا مع بعض وبيتناولوا اطراف الحديث بس بصراحة حصل موقف معايا امبارح فهو اللي خلاني خلاص لا لازم تعمل الفيديو ده النهاردة وممكن نقول ان هو اللي داني الفكرة ازاي اربط الاحداث ببعضها وازاي ان انا امحور الفكرة بتاعتي او الكلام اللي انا عايز اقوله خلا بنا كده نبدأ ونشوف الفطفضة دي فيها ايه يوم 27 ستة 2022 هو يوم زي اي يوم عادي يبتدى بالنسبالي قمت من نوم الصبح وانا معايا مشوار ان انا قضي ان انا هروح المستشفى الجامعي عشان اعمل تقرير طبي بحالة النظر اللي موجودة عندي ومصحيت الصبح عادي ونزلت وروحت المستشفى الجامعي والدنيا كانت طبعا زحمة هناك عشان تقع التذاكر عشان تروح العيادات وده شيء عادي بالنسبالنا هنا المهم هو قفت في الطبور لمدة وناس نصحوني يعني وقالولي ان هو الطبور ده هو طبور الرمض او طبور العيون وبعده يقوفي لفترة معينة من الوقت اكتشفت ان انا واقف في الطبور الغلط وان الطبور الاخر هو طبور الرمض ماشي تقبلت الموضوع بكل صدر راحب وقفت في الطبور التاني وعلى الرغم من ان الطبور الاول اللي انا كنت واقف فيه كان فيه تندة فوق مني وكانت الدنيا ضلة شوية ولكن الطبور ده واقف في الشمس واللي ما يعرفش الصعيد او ما يعرفش محافظة انا بالتحديد فانت من اول ما الشمس بتطلع لحد لما بتغرب انت في حر وفيه شمس بتلسع فقافك بل انت لما الشمس بتغرب حتى وبالليل الدنيا حر عندك وانتو بتشوفوا بعد الساعات يعني وانا بتكلم في الفيديوهات ان انا بتطلع امسح العرق حوالين والكلام ده المهم ويفت في الطبور وده الروتين العادي لحد لما قطعت التذكرة ولكن على ما وصلت للشباك وقطعت التذكرة انا كنت صرفت 3 اربع مخزون المياه اللي موجود داخل جسمي طلع على هيئة عرق والواحد بيه خلاص عطشان وريق وناشف ومحتاج اي مياه بسرعة بل مش اي مياه بل لازم تكون مياه رضبة وسقعة عشان ترتب على جسمي رحت اشتريت ازاست المياه عشان استعيد مخزون المياه اللي موجود في جسمي واللي فقدته وروحت على مكان الكشف الطبي طبعا قبضيت هناك بعض الساعات على ما عملت الكشف الطبي وخلصت الاوراق بتاعتي طلعت من مبنى اللي انا عملت فيه الكشف ده وانا في دماغي حاجتين الحاجة الاولانية اننا المياه اللي معايا خلاص اللي باقي من الازازه مياه سخنه ما تنفعش تشير في الجو ده ففي كل دير انا هروح اعبي مياه منه او اروح اعبي املى الازازه مياه سقعة منه وتاني شيء ان انا اكرمكم الله يعني وشفى عنكم ان انا محتاج ان ادخل الحمام فلازم اروح الحمام ولكن فرحتي بان انا راجع لبيتي وخلاص خلصت الاوراق بعد اجهاد في الحر ده وبعد لسوعة الشمس وخلافه ان انا خلاص فرحان هروح لبيتي حرتاح وتمام وحلاق المياه السقعة وحلاق ان انا ولا ماخزة اعمل الحمام وكل حاجة حلاقها قصادي وبالفعل توجهت مباشرة الى المواصلات وانسيت خالص لا اعبي مياه ولا اعمل اي حاجة وطلعت على بيتي وصلت بيتي وهنا ابتدت بقى المشكلة مشكلة ان انا لما دخلت البيت المياه اطعم مفيش مياه موجودة في البيت المياه الجارية اللي بتيجي في الحرافيات عندك مش موجودة ايه ما اطعم من امتا اطعم من بعد ما انت خرجت بحوالي ساعة طيب ماشي عادي يعني ده مشكلة عامة ممكن وتتصلح ساعة ولا ساعتين تتصلح وتعود المياه وتمام ومية فول واربعة طرشرة طبيعي في اطعم وفاجأة زي كده للمياه ما انت ما كنتش مستعد لها او متنبه عليها ان انت ما بيكونش عندك مخزون مياه كبير بس المفترض كان عندي انا تحت عند الوالد في الشقة اللي موجود فيها والدي ان فيه زير احنا بنشرب منه للي يعرف الزير هو يعني حاجة فخار كبيرة كده بروحط فيه مياه المهم الزير ده كم تعبي وانا في شقتي فيه كم ازازة محطوطة في التلاجة وتمام ومية فول واربعة طشر الدنيا فطبيعي ان انت بتصرف من المخزون ده بتعمل منه اكلك بتحاول تعمل منه اغلبية الحاجات اللي انت عايزها لان انت معتقد ان المياه ده هترجع بعد ساعة او ساعتين وتمام والدنيا تبقى ايه فلة ومفيش اي حاجة الموضوع تطور ان انت قعدت العصر بعد كده للمغرب مفيش مياه وبما ان انت المدة طولت بتبتدي بدل ما بتقول المياه جاية امتى هو ايه السبب انقطاع المياه وبعد كده بتلاقي مع كبر الوقت شعارات بتكتر حوالي الموضوع ده المياه هترجع العيشة المياه هترجع الساعة تسعة المياه هترجع في منتصف الليل المياه هترجع الفجر المياه هترجع لمدة ساعة وتقطع تاني خلوا بالكو عشان تملوا عشان تخزنوا مياه عشان 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 في طول الوقت ده اللي تقطعت فيه المياه ممكن انت تكون بالنسبة لك ممكن تعمل ترشيد استهلاك او ممكن ان انت قادر كشخص كبير ان انت تقلل احتياجاتك للمياه دي واستخدامك للمياه دي لكن انت متواجد عندك اطفال اطفال ما يعرفوش يعني ايه ترشيد استهلاك او يعملوا كنترول على نفسهم او انهم يرشدوا المياه اللي بيستخدموها بل انت عندك طفل رضيع محتاج بياخد لبن صناعي انت محتاج له المياه دي على طول مباشرة ما يعرفش شيء غير ان هو يبكي وقت ما هو جعله لايفهم يعني ايه مياه مش موجوده او قليلة او خلافه مخزون المياه اللي عندك بيبتدي ينقص بتبتدي تدور على حلول بديلة لما بتلاقي ان خلاص المخزون على وشك الانتهاء تاخد من حد جارك شوية مياه يكون مخزم مياه اكتر منك تروح تشتري مياه معدنية تروح تعمل معرفش ايه بل فيه ناس بتستغل الوضع وبتلاقيها بتبيع المياه العادية لو هم من عندهم مياه في البيت ولكنها كلها حلول بديلة محدودة وبتنتهي مع الوقت وبترجع للمشكلة الاصلية ان انت اقهط المياه المستمر اللي كان المفترض بيغزيك يوميا مفيش نضب فاضي مش جايب اي حاجة الموضوع ده استمر لحد تاني يوم الساعة تمانية الصبح للحد الساعة تمانية الصبح النهاردة وبعد كده لقيت ان المياه ابتدت تيجي وبشكل ضعيف في الشريان الاساسي بالنسبة لك اللي انت بتستخدمه في البيت وخط المياه اللي جايلك اصلا من بره الخط الحكومي تمام قدرت ان انت تعدي المشكلة دي بكل ما الم بيها ومش عايز اخش بتفاصيل ولكن كان يوم صعب فعلا على الواحد ان هو يتخطى اليوم ده كله بدون تواجد مياه وانت شغال تخلق في حلول وتسمع اشاعات وكل مرة تلاقي الاشاعة دي في شينك والاشاعة دي في شينك وكل مرة تحط امل على اشاعة منهم وتلاقي الامل ده بيختفي لما تتأكد ان هي اشاعة فعلا ومش من مصدر موصوق لو تيجي تربط بها الاحداث دي ودي الفكرة اللي جابها لي الفيديو اللي انا كنت اصلا عايز اعملها من الاول ولكن دربت اللي جال لما تيجي تربط الموضوع ده بنادي منشستر رينايتد منشستر رينايتد انا وانت مشجعين من ساعة لما شجعنا لقينا النادي ده في انجازات بتحصل فيه في بطولات وكرة حلوة بتتقدم فيه وده كان السبب ان احنا نشجع النادي ده ما اعتقدش ان فيه حد فينا شجع النادي ده في وقت كان هو النادي الوحش او بمعنى اصحي يعني انت مش بتروح بتشجع نادي ما بيلعبش كويس ما بيحققش بطولات ما فيش اي حاجة عنده لازم يكون فيه سبب قوي خلاك تشجع النادي ده لو ما كانش الموضوع بسبب الكرة والبطولات المهم انت كان عندك شريان اساسي للمياه في منشستر رينايتد للمياه الكراوية وهو السير الالكس فيرجسون السير الالكس فيرجسون اللي انت عرفت كل البطولات وكل حاجة انت بتعرفها عن منشستر رينايتد من خلاله انا عرف ان فيه مات بسبي قبل كده وفي 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 ولكن انا بتكلم على الفترة اللي عصرتها انا كمشجع انا لما شجعت لقيت السير قدامي حتى ما شفتش السنين اللي هي كان فيها كلام ان السير المفترض انه هو يمشي وانه هو ما كانش بيقدي كويس وانه 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 وعلى الرغم من تحفظي برضو على الفترة دي لما جوا تكلموا عليها في فترة السلو شار واتكلمت قبل كده ان الراجل ده كان جايلك بسيدي كبير جدا ولكن هذا الراجل كان شريان المياه هو قادر يوصلك كل شيء مثل ما المياه عندك في البيت قادر انها توصلك كل شيء قادر انها تلبي مشروباتك قادر انها تلبي عطشك قادر انها تلبي اكلك داخلها في الاكل ومن غيرها ممكن اكلات كتير تلاقيها وقفة بال اغلب الاكلات انت مش هتقدر تعملها بدون مياه قادر ان تلبي احتياجات النظافة داخل البيت عموما وداخل الشخص او بالنسبة لجزء الشخص عموما فكام اليكسي فرجسون كده قادر يلبي لك كل احتياجاتك من ان هو يقدي لك كرة جميلة طليق باسمك كمشجع طليق باسم النادي المتواجد في مانشستر رونيتد كرة هجومية واهداف تسر عينك قدرة دفاعية كويسة جدا جمل تكتيكية على اعلى مستوى وكل شيء متعلق بالكورة لدرجة ان انت كمشجع وصلت فترة من الفترات مثلا ان انت مش مهم عندك هو مين اللي جاي لمنشستر رونيتد انت واثق في الراجل ده وفي اللي بيعمله مهما يكون المنظر اللي بيلعب فيه مطش احنا بزناه على ارسنال اثنين سفر كان بتشكيل اقولك ايه فيه تسع مدافعين بيلعبوا ولا حاجة زي كده ما اعرفش ايه على شوية لعيب على وست براون كلهم دفاع اغلبهم وفي الاخر تسأل نفسك انت بوستي اثنين سفر ازاي على فريق ارسنال اللي هو كان من افضل فرق وقتها لعبا وخلافه وده كله راجع للشخص ده مش ممكن انسى جملة من احد اصدقائي اللي بيشجعوا تشيلسي اللي انا مخافش من لعب من اي لعب هي منشستر رونايتد والكلام ده كان في عز منشستر رونايتد يعني مخافش من اي لعب منشستر رونايتد ولكن انا بخاف من اليكس فرجسون اليكس فرجسون اديله 11 خشب وحطهم في الملعب وحيلعبوا ويقدوا وكونوا ندل لطريق الورصادهم فالكس فرجسون كان رابط لك كل شيء وهو المياه بتاعت النادي اللي كانت طبعا وفي ظل وجودها انت بتستخدمها بدون ترشيد استهلاك انت مش مهم عندك انت فرحان انت مهما كانت الصفقة انت واثق في الرجل ده لو سألتك قلتلك هو مين اللعيبة اللي فشلت مع اليكس فرجسون على الرغم ان هم كثير ولكن هتجت صعوبة ان انت تتذكرهم كلهم ولكن او بمعنى اصح يعني هتتذكر منهم البعض والبعض هتقول لا ده على الرغم ان هو وحش ادى في حين انا لو قلتلك مين اللعيبة اللي نجحت اللي اتعاقد معها اليكس فرجسون نجحت انت هتذكر اللعيبة كتير لكن لو قلتلك رتبلي قائمة بافضل عشرة انت هتحتار تحط مين ولا مين مكان مين ولا مين فده يدل على ان الصفقات عنده الرجل ده كان قادر ان هو ينجحها بشكل مبالغ لدرجة انا في وقت من الاوقات كنت مقتنع ان اليكس فرجسون عامل مانشستر الونايتد زي لعبة الروحة اللي هو الورقة دي يجي فوق الورقة دي والرقم ده يجي فوق الرقم ده كنت متأكدا من ان عندك ناني يلعب اساد بالينسيا لان التنين بيكملوا بعض السرعة مش موجودة عند ناني ولكنها موجودة عند فالنسيا والمهارة موجودة عند ناني مش موجودة عند فالنسيا التنين بيكملوا بعض في الجوانب بتاعتهم فبالتالي هم المتواضدين في ناحية واحدة طبيعي ان انت تقول لي هو كان جايب فالنسيا بديلا لورنالدو هذه صفقة فاشلة هي مش صفقة فاشلة هو الراجل قدر ان هو يحور نفسه او يكور نفسه في مركز تاني وينجح ويكون كابتن منشستر يونايتد المهم لما ابتدت المية دي او لما فجأة كده قطعوا عنك مصورة المية دي في 2013 وفجأة بدون اي مقدمات حتى عندك فان بيرسي الراجل كان بيتكلم انه هو كان الكلام لما تعاقد معه الكس فيرجسون انه هو مش موسم واحد واستلام لا بعدة مواسم موسمين تلاتة مثلا ان احنا محضرين لهم وخلافه وبالتالي انت فجأة وجدت نفسك بدون مية حاولت ان انت تدور على حلول بديلة تستلف مية من الجران بقى تجيب مية معدنية معرفش تعمل وصلة من فين الكلام ده كلها لقيت ان هي حلول محدودة على الرغم اننا نختلف على قيمة وقامة كل مدرب جي بعد السير ولكنها كانت حلول محدودة وبترجع لنفس المشكلة تاني ان المية عندك مش شغالة المية مفيش انا محتاج المية محدش قدر يوفر لي المية دي محدش قدر يوفر لي اللي قدر يوفره السير اليكس فيرجسون لكورة جيدة تم توفيرها في اي حقبة من حقب المدربين اللي عدوا على مانشستر رونايتد كل واحد هتلاقي نفسك عليه تحفظات كبيرة جدا محدش قدر يوفر لي صفقات تفيد مانشستر رونايتد بل اغلبية الصفقات كانت كلها اسوأ من بعضها محدش قدر يوفر لي اسلوب تكتيكي كويس جدا اعتمد عليه بل ان كل واحد كان بلعب باسلوب مغاير وايضا كل اسلوب كان عليه تحفظات من جماهير مانشستر رونايتد فبالتالي محدش قدر يفيدني في اي جانب من الجوانب بالدرجة الكافية او الدرجة المرضية بالنسبالي كمشجع لحد لما بعد اليوم بتاعي وجاتني المية النهاردة حتى ولو كانت ضعيفة ولكنها جات بشكل رسمي مية ماشية في الخط الاساسي اللي وصل لي اللي هو بقى معاه انا بطبطر بقى ومعملش ترشيد استهلاك ومعرفش ايه وابقى مستمتع جدا لاني انا متأكد ان المية دي مستمرة وموجودة معاه فهل بقى يوم المشجع المانشستراوي انتهى بقدوم ايريك تنهاد وهو هيكون مصورة المية الجديدة اللي حتربط كل شيء متواجد في مانشستر رونايتد ببعضها مدرب انت بتتكلم عنه ان هو مدرب متوقع منه ان هو يكون من صفوة المدربين كمان في السنوات القادمة لكن السؤال المهم هل انتهى اليوم المانشستراوي زي ما انتهى يومي انا الصعب اللي ما كنتش لقي فيه مية وحيلاقوا المية مع ايريك تنهاد حيلاقوا الصفقات وحيلاقوا التكتيك وحيلاقوا الكرة الجميلة اللي ترضيهم هجوميا ودفاعيا كما جماهير اعتقد ان البداية مبشرة واننا كلنا متفقين على ايريك تنهاد ولكننا ما زلنا نتساءل هل ايريك تنهاد هو الحل ولا لا هل ايريك تنهاد حيكون على شاكلة المدربين اللي قبل منه والاسباب متعلقة به او متعلقة بالادارة او متعلقة باي شخص كان لن ينجح ايريك تنهاد في منشستر يونيتد ام هيستطيع ايريك تنهاد ان يكون اليكس فرجسون جديد يقدر بصرمته بشغله داخل وخارج الملعب مع اللاعبين ان هو يعيد هذا العملاق الهائل النائم بمدة عشر سنوات لدرجة ان احنا ابتدينا ننسى لشكل البطولات اللي احنا حققناها حققناها ازاي يعيد منشستر رونيتد الى واجهة المنظر ويخلينا احنا كمشجعين لمنشستر رونيتد مش هممنا اي شيء ما احنا موجود عندنا المي اهو كتيرة ومستمرة ومش هتقطع تاني اتمنى ان انتو تقولولي في الكومنتات انتو ايه رأيكم في الموضوع ده واتمنى ان انا مكونش غليز على قلبكم او ان انا يكون يعني طولت عليكم بمشاكل اللي حصلت او بالفضفضة بتاعتي واتمنى ان انا يكون يعني كده مش عارف اقولها ازاي بس اتمنى ان يكون الفيديو كده حلو على قلبكم ويعني طولت اه طولت انا زيادة عن نزوم طيب اه اتمنى ان انا اشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة